بسم الله الرحمن الرحيم موجز الأخبار من قراءة السهيل أهلا بكم شهدت مدينة سيئون بمحافظة حضر موت فعالية جماهيرية حاشدة الفعالية دعا لها الاتلاف الوطني الجنوبي للتأكيد على الشراكة الوطنية وتجديد دعم وخيار الدولة الاتحادية والمطالبة بسرعة تنفيذ اتفاق الرياض شدد وزير الخارجية محمد الحضرمي في اتصال هاتفي بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كيلفرلي على أهمية اتخاذ مواقف حازمة تجه مماطلة ميليشيا الحوثي ورفضها السماحة للفريق الأممي من الوصول خزان صافر وأكد على أهمية فرض عقوبات على القيادات الحوثية المتسببة في عرقلة معالجة هذه القضية وفيما يتعلق بألية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض كدوزير الخارجية حرص الحكومة على تنفيذ كافة بنود الاتفاق وتطلعها لإعادة تطبيع الأوضاع في السقطرة وإخراج المعسكرات من العاصمة المؤقتة عدن وأوضح أن التنفيذ الكامل لاتفاق الرياضي هدف في الأصل إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على الثوابت الوطنية قالت مصادر عسكرية أن القيادية الحوثي عزي صلاح مطلق دحوة معين من قبل الميليشيا أركان حرب ما يسمى بالمنطقة العسكرية السادسة قتل بغارة جوية لمقاتلات التحالف في خب وشعف بالجوف كما قتل قيادي حوثي آخر يدعى حسين الولي متخصص في التدريب والتأهيل بنيران الجيش في جفة قانية وقتل قيادي حوثي يدعى روح الله علي مصلحة معين من قبل ميليشيا الحوثي ركن التوجيه المعنوي فيما يسمى بالقوات الخاصة وهو نجل أحد مؤسسي الميليشيا الحوثية ونائب مسؤول مكتب عبد الملك الحوثي هذا وقتل ثلاثون عنصرا من ميليشيا الحوثي على الأقل وجرح عشرات آخرون على أيدي قوات الجيش الوطني بجبهة نهم شرقي محافظة صنعاه وفقا لما صرح به مصدر عسكري للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية السابعة وأكد المصدر أن المعارك مستمرة على امتداد جبهة قطاع ناجد العتق بنهم أكد المتحدث باسم الجيش الوطني العميد الركن عبد عبدالله مجلي على وجود علاقة تنسيق وتكامل بين الميليشيا الحوثية وتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين ومن ذلك فتح هذه التنظيمات الطرق أمام الحوثيين في البيضاء وتسيل مرورهم وإطلاق الحوثيين سراح عدد من المعتقلين الإرهابيين واتهم مجلي في تصريحات نقلت صحيفة الشرق الأوسط الحوثيين بالتحدث عن معارك مع القاعدة وداعش لتسويق أنفسهم كمحاربين للإرهاب ومحاولة لنفي علاقتهم بهذه التنظيمات الإرهابية رغم أن الحوثيين جماعة إرهابية متمردة تنسق وتعمل مع داعش والقاعدة لقتل الشعب اليمني تظاهر مئات الموظفين في مدينة تعز أمام مبنى ديوان المحافظة وسط المدينة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة واعتماد التسويات الإدارية والعلاوات المالية ورفع المشاركون في التظاهرة التي نظمها المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني لافتات وشعارات تطالب قيادة السلطة المحلية باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل إسراع بصرف مرتبات شهري يونيو وأغسوص كما طالبوا الحكومة بتذلين وإزاحة العراقيل التي تحول دون صرف مرتبات الموظفين في تعز أعلنت الأمم المتحدة أنها تسلمت فقط قرابة خمسين في المئة من المبالغ المالية التي تعهد بها المانحون لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن وقال تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية إن تزايد لاحتياجات الإنسانية في اليمن مع وجود فجوة كبيرة في التمويل أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني بشكل أكبر وضف التقرير أنه من أصل مليار وثلاثمائة وخمسين مليون دولار تعهدت بها الجهات المانحة في يونيو الماضي تم سلام ستمائة وخمسين مليون دولار فقط وكانت الأمم المتحدة حذرت في بيان أنه سيتم قطع خمسين في المئة من خدمات المياه والصرف الصحي باليمن خلال أسابيع في حال عدم الحصول على تمويل عاجل نهاية الموجز